السلام عليكم يا جماعة لابدنا راح يكون عندنا مقطع جديد في هذا المقطع بإذن الله راح نكمل مع بعض في لعبة محاكي الملاهي طبعاً في بداية زر اللايك والاشتراك معنا في القناة وشكراً لكم أيضاً عن صالحكم في كل المقاطع الماضية وكالعادة أبي منكم يا جماعة دعم كبير عشان نستمر مع بعض ونواصل مع بعض في السلسلة إذن يا جماعة آخر مرة وصلنا بالضبط لهذا المكان أو هذا الشي طبعاً مثل ما أنتو عارفين أن الملاهي حقتنا حالياً وصلت لمرحلة الزهار شو صاير عندنا؟ اللي شافوا الحق طبعاً فتعرفون أن حالياً الملاهي حقتنا تقريباً وضعها جداً ممتاز المحلات أو نقدر نقول الألعاب أغلبهم تقريباً شغالين بشكل جداً ممتاز المحلات أغلبهم عليهم زحمة غير طبيعية ولاحظ بعض التعليقات قايقوا لي يا سيد حاول أنك تطور المحلات أيضاً يعني بالقلم أقدرنا أطور أيضاً المحلات فنحن نخلل على جانب قيقة المحلات حقنا طبعاً مثل ما تشوفون ماشي أمورهم بشكل جداً رهيب كل شي ماشي زحمة كل شي حلو أوكي الألعاب كلهم تقريباً قاعد يمشون بشكل ممتاز فلهذا أنا حين لازم اليوم خلال هذه الحلقة أستغل أيضاً الألعاب الثانية وش راح نسوفيها؟ هاي اللعبة صار وضعها أوكي؟ ولا ش صار وضعها خلنا نشوف أوكي الاستخدام حقها زاد بشكل كبير جداً فإذن يا جماعة أنا حاب أن أكمل في المنطقة هذه أنا أحس المنطقة هذه هي المنطقة الأفضل بالنسبة للمشروع حقنا يعني والشي اللي نسويه فلهذا احتمال أن أشتري المنطقة هذه فنسوي خط جديد ونحاول أيضاً نسوي فيه ألعاب ونسوي مربع ببساطة لأن العلد حقنا في الملاهي قاعد يكبر شوي شوي فإذن خنروح نشوف الأراضي الشي اللي تكلم عننا أن نحن يا جماعة نشتري أما دقيقة نعدنا هذه الأرض نحن حاب نشتريها أوكي خلنا نشتري هذه الأرض كم سعرها تقريباً خلنا نشوف طبعاً الأرض جداً كبيرة أربعة آلاف بسم الله الرحمن الرحيم اشترينا الأرض هذه إن زينا حين بما أنك اشتريت الأرض الجديدة هذه حاول أنك تخططها بشكل جميل فلهذا باخد نفس الأشياء نفس الأرضية وبجرب أن أسوي هذا آه في إشكالية آه لازم أجي هنا لازم أجي هنا منزين بعد زيادة شوي حلو سأخط أيوة أيوة تعال هنا تعالي نرجع بخط آخر بنفس الطريقة بس من هذا الخط أنا أتوقع أني بحاول أجيب أعتقد بحاول أجيب شارع من هنا ما أدري كيف بس بحاول أشو دقيقة كيف راح أقدر أجيب شارع أتوقع لازم أصغر حجم ممكن يب بهذه الطريقة نشبكة فنحن نسوي الطريق ثاني أهني الفكرة من هذا الطريق بحيث أن نحن نكمل مع بعض نزين بس أحس لازم من البداية أبتدأ أخطط المنطقة عشان تالي ما أتورط نزين فأبتدأ أخطط المنطقة من الحين ما يصير ليش دقيقة المفروض يصير يعني يب بنفس هذا الأسلوب نفس الشي بعد راح نرجع لكن هذا المرة أتوقع من هذا المكان منضطر أن نحن نسوي هذه الحركة أهني للأسف أتوقع أن يمكننا بس نسوي محلات تمام أوكي يعني المنطقة تقريبا حجمها زين حجمها زين المنطقة حلو شوي شوي بنقير أن نحن نجذب الناس للأماكن هذه بس كيف لازم نفكر أكيد ونحاول نسوي شي حلو طبعا هذا الطريقة توقع في الغالب أننا راح ينشبك في المستقبل مع نفس المنطقة اللي عدنا هنا فنحن نجهز دي مكان للمستقبل أهم شي المشروع ماشي فلوسنا قاعدة تزيد كل شي تمام بس أنا ننسي طبعا يا جماعة عدنا النظافة النظافة فيها مشكلة فتوقع يبيلنا طاقم نظافة أو طاق عمال يعني زيادة حق النظافة خلنا بس ننقص هذا ما نحتاجه وخلونا نروح نجيب عمال نظافة إضافيين فنحتاج نجيهني ونوظف عمال نظافة واحد اثنين ثلاث وكلهم يكون تكون رواتبهم أكيد مثل الباقي طبعا نحن راح نخسر شوي بس ما عليه أهم شي نحن بنضبط إن شاء الله الوضع أوكي سيد الحين الخطوة اللي بعدها كيف الناس راح يجون هنا أنا ما أدري هذا بس شيلة شلنا عشان بس الطريق يضبط الخطوة اللي بعدها أحتاج لعبة مموجودة عندنا أو لعبة سويتها وحذفتها أو شي مثل هذا لأن حاليا نحن مثل ما تعارفين تقريبا بلنا شوي نضبط الوضع نحن نعتقد عندنا سفينة عندنا السفينة هذه هذه شنو بالضبط هذه عدنا منها أعتقد أعتقد نفس هذه لما أخاف ظني يبيل اللعبة مموجودة هي شنو هاي أو هذه هي حلوة هذه جماعة لعبة عائلية وحلوة في نفس الوقت خلونا نخلي المخرج هناك ونخلي المدخل هناك أوكي دقيقة حلو ممكن ممكن تسوي الطريق أوكي خل الطريق سيدة ما يصير أيوة حلو سوينا الطريق وضبطنا للعبة هذي يمكن مكانها غريب شوي بس ما على المهم اللعبة مفتحت الحين بحاولنا أسوي كراسي وأيضا الله يكرمكم قمامة والسوالف هاته طبعا اللعبة مكانها شوي 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 صعب شوي صعب الأمانة أوكي أقدر أحط كراسي هني بس مو كثير ما عليه حط اللي تقدر عليه الحين ونشوف تالي بمعنى الملايه حقتنا قعت أكبر فطبي إحنا راح نكبر المنطقة بشكل أكبر وأكبر ونضيف أكيد أشياء أكثر معه مع الوقت يعني فضفنا هذي بس وشيل هذا ما لداعي مكان غلط نزين فحطينا كراسي باقي طبعا نحن نجيب الله يكرمكم قمامة خلنا ننسخ القمامة أيضا في الملاهي تمام القمامة بخليها هالمرة برة ما بخليها داخل أما يصير أوكي ممكن المكان يصير فنخلي هني نخلي هني برة نخلي هني برة وهني برة أعتقد عادي أظن أظن يعني الموضوع يضبط معاننا طبعا يا جماعة ما ضغزر لك يضغزر لك يعني عشان نكمل مع بعض يا جماعة المهم سوينا هذي الحين لعبتنا كيف وضعها أوه على طول اللعبة برت برت تصير فيها زحمة حلو بما أن برت تصير فيها زحمة الحين ببترى أسوي شي وهو أني بأسوي محلات زيادة أوه ها شنو أوه ها رهيب عبارة عن قرش واو حد أسطور يا جماعة سوينا محل أني على شكل قرش هذا مع محل غريب هذا مع على شكل قرش ما نجدر نسوي هذا هذا مكان ما يضبط أقدر أني أجيبه مثلا أقدر أجيبه سوي محلات وين 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 لا ما بابالغ أود أشياء بعيدة ونتورط لا هني إذا راح أسوي أسوي الأشياء اللي بأجهزة صغيرة يعني مثل 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 هذيلا شنو في شي ما سوينا حق هدايا جيبهني حق هدايا هذا حق شاي يلا جيبه ثاني حق شاي الكرسي كالعادة بنحركه جيبهني والكرسي هخلى مكانه أوكي مع أن التونة فاتحين المنطقة هذه إلا أن نشوفوا يا جماعة الناس بدأوا يمشون ويدخلون على طول داخل ويجون يلعبون اللعبة اللي هني هذه اللعبة الكيو حقها فل شوفوا الانتظار حق اللعبة يا جماعة ماذا يا كان مفروض أسوي لها مدخل جدا طويل ولا شنو بس حرفيا المنطقة بدأت بدأ يصير فيها ناس فالشي حلو أوكي فالناس لما حين يطلعون ممكن نسوي أيضا لعبة ثانية تكون لني في وجههم ففي لعبة غير احنا ما سويناها أنا قاعد أحاول أركز على الأشياء اللي احنا ما سويناها أو سوينا منها وحذفناهم أنا أتوقع أكيد في ألعاب حين سويناهم وحذفناهم فلازم أكد طرعا قاعد قطار الموت اللي احنا كل ما نسوي يفشل فما بسوي ويفشل مرة ثانية حاول قد ما أقدر أخلي ما يفشل دقيقة اللعبة هذي في لعبة احنا حذفناها اللي هي إذا ما خبضني هذي هذي ما في منها صح يب هذي آخر لعبة سويناه وحذفناها يب أتذكر حذفناها فإذا هذي اللعبة نقدر حين نحنا نجيبها دقائق نقدر نجيبها ونخليها هنا وممكن الكاميرا تلف معي خلنا نجيبها ونخليها في هالمكان هاي الطريقة مدخلها راح يكون بشكل مختلف ايوه تالي نحرك سيدة لهذا المكان مثل ما نشوفون الناس قاعد يمشون بالمسار هذا فلأنهم قاعد يمشون بالمسار هذا فأكيد في ناس راح يمديهم ويجوون للعبة هذي حلو حلو شي آخر هنا توقع ما يمدينا أبني محلات ولا شي صح خلنا نتأكد ها شنو متجر القبعات متجر القبعات صغير ففي فكرة الأمانة أقدر أخلي في هالمكان متجر القبعات شوفوا صغير فما راح يأثر يعني الناس راح يجوون راح يقدرون يشترون قبعات ويشترون لهم أشياء يعني تساعدهم أن يعيشون الجو تقريبا ويحصلون لهم شي تذكاري في الملايا حقتنا أيضا اللعبة هذي بردت تنجح حلو حلو كل ما سوي شي حاليا قاعد ينجح هذا أفضل شي قاعد يصير الحين حتى هذه اللعبة حين بردت تمشي أمورها طبعا ما قاعد أطور للعاب قاعد أسويهم بشكل طبيعي عند زين اللي كيو هني كيف وضعه أو كي وضعه واللي في الملاهي على يوم أتوقع زين أحين إحنا محتاجين نتوقع نرفع النظافة قد ما نقدر بس ما أحس وضع النظافة مو سيء يعني إن زين وشلون الزحمة خنحاول نركز بقى عشان مو بس نسوي ألعاب ونتورط طلع خنحاول نركز دقيقة بس في عدنا هني صراف آلي صح هذا ها صراف آلي خنانس لا 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 خلني أنسخها أبي أنسخها هلتون زين وبأجيب صراف آلي بعض في المنطقة هذه إن المنطقة هي بعيدة أبي صراف آلي يكون مثلا هني أمام اللعبة على طول قدام اللعبة هني في صراف آلي اللي حاب إنه يسحب يقدر يسحب يقدر يجي يأكل باقي أيضا نخليهم يشربون ولا كل شيء أوكي دقيقة خلنا نشوف العصائر ده ها قهوة أوكي وهذا متجر بالونات وهذا متجر مأكلات البحرية باقي متجر حق عصائر يا جماعة فلهذا بحاول أشوف أيضا شيء يشربونه في هالمنطقة فخلوني أروح للمحلات المحلات الصغيرة المحل أيوة هذا متجر شاي الفقاعات لا ما نريد شاي الفقاعات نريد مشروعات عادية ما في هذا متجر مشروعات غازية أوكي حلو مشروعات غازية خلنا نجيبها جنب يحني أيوة حلو ضمننا الموضوع ضبطنا يحرك هذي خلها في هالمكان ممتاز هني ناس اللي يبياكل اللي يبيشرب اللي يبيلعب برت أيضا المنطقة الجديدة اللي احنا قاعدوا نشتغل عليها أيضا تصير حلوية فيه ناس صاروا يجون من هني فيه ناس صاروا يجون من المنطقة هذي مع العلم ترحنا ما جينا وسوين اللعبة هني في السابق لتذكروا سوين اللعبة وما نجحت فخلنا حين الموضوع بالطريقة هذي أنا حاب بني أنا أوسع الوضع بس شوفوا كيف والله ترى شكل الملاهي من فوق جدا جميل أتوقع من زين شنو فيه أشيان يقدر نسويها معمل صوفيا معمل صوفيا حاليا ما نقدر ما نحتاجها لأن ما عدنا شي نفتحها يعني عدنا هني إدارة الملاهي هي إدارة الملاهي هني طبعا التعليقات الناس كان هناك الكثير من المقاعد أينما ذهبنا فدائما تعليقات إيجابية تعليقات سلبية من زمان فمو مهم محايا تعليقات سلبية لأنها قديمة جدا مثل ما أنتوا عارفين نحن نقدر نطور المحلات بس ما أدري ما أعتقد أني راح أطور المحلات الحين بنتظر شوي خلنا نروح شوي للديكورات ونشوف وش نقدر نسوي عدنا أشجار عشجار راح يخربون المكان هاي إضاءة ما أحس راح تنفع هاي ما أدري شنو هاي ممكن أحطها أتوقع في واحدة من الألعاب وممكن تعطي شكل بس بعد ما توقعنا شي رهيب في عدنا حق الدخان هذا يقدر نحط واحد هنا وواحد هنا اللي حاب بيجي يلعب مثلا لعبة هذه راح يمر من الدخان هذا اللي موجود في هالمكان هاي شنو فلفل هينعلقها نعلقها ما نحطها في الأرض نعلقها عدنا قبعة هني نقدر أيضا نعلقها على المحل والله صخرة أوكي هذه ممكن أني أجيبها وخليها لا بعد شكلها سيء نقانق ممكن أحطها في الأرض آه أوكي ديكور بس عبارة عن ممر أوكي رهيب والله شكلها شكلها رهيب ثواني كيف أقدر ألفه بالطريقة هذا أقدر ألفه وعبارة عن ديكور وكنك داخل يعني بيت كأنك داخل بيت وراح تعدي منه بس ما أقدر أسوي ما لأ مكان تقريبا المكان الوحيد اللي كنت أقدر أسوي فيه هنا وحس ما لأ مكان الأمانة بس وفكرة حلوة أنه ممر ممر بس تجيرون تمرون منه فما أدري لا ينفع هل ينفع أنه خليه هنا خلنا حاول ركز خلنا حاول ركز خلنا حاول ركز أوكي أتوقع ينفع لفه بشكل صحيح يمكن يمكن ينفع عبارة شوف كيف راح يشقول والله ما أدري خلنا نشوف لقيقة حين الناس قاعد يجون ويمرون منه هنا والله تصدقوا يا جماعة شكل ديكوري جميل للأمانة أحس حلو بس ناكصلنا شيء واحد ناكصلنا إضاءة آه ما يصير هاي هاي ليش بطريقة الإضاءة أنا خبرتين حتى في الأرض يلا مو مشكلة مو مشكلة دقيقة دقيقة بس في كراسيا بي لهم من أشيلهم لو هذا الكرسي ممكن أشيل الكرسي يا جماعة عرهم كبير مزين مشو حرك الكرسي لهذا المنطقة والشي الثاني عادي أوكي فالناس حين راح يجون ويمرون للمنطقة هذه المنطقة هي صايرة معني ما أدري هو الشكل كأنك داخل منطقة رعاة البقر والسوالف هذه بس هو في الأصل مو مكان حق رعاة بقر الأمانة بس ما علي المهم أن يعطي لنا شكل بس هي حلو هني وش في عدنا في عدنا هذا ما أدري شنو هذا يعطي أنوار كلها أشياء تفيدنا كديكور لمباني هذا أيضا مبنى أوكي هني عدنا أشياء أماكن لكن بديكور يعني مثلا نقدر ناخذ مكان البورقر نحن سوينا أتوقع نفسه وفوق شعار بورقر تمام وهني عدنا طبعا الديكورات العادية أوكي هني الديكورات العادية نقدر نجيب سيارة هاي السيارة مثلا نقدر ناخذها مثال ونقدر نحن مثلا نوقفها هني في هالمنطقة أوه وقت تتحرك لا لا دقيقة دقيقة تتحرك هذي تحرك فخلنا نجيبها مثلا هني وخليها تروح وترجع قدام الناس هني مثلا خليها أشوفوا كيف تتقدم وترجع فاللي راح يجي راح يشوفوا أنه هنا في سيارة غريبة قاعدة تروح وترجع انزين الأمور تمام الأمور تمام بس النظافة لكم عليها بس أبا أعرف أنا وين متوسخ بالضبط لأن أحس كل شي نظيف أوكي آه هني في وصخ آه القمامة على المقدم أوكي المنطقة هي ما فيها قمامة يا سي دقيقة كوبي نجيب هذي لا والله حطيت قبل شوي بس خليتهم برة نجيب هني لازم أكثر على القمامة قد ما أقدر هاي ما فيه لحني ما فيه المنطقة هذي شمال نظافة خليهم نصيرون عشرين دقيقة وزيد مهرج إضافي وزيد عاملين صيانة أوكي وبعد مسعف واحد سي ترى كثير ضفت موظفين كثير بس لأن الأرباح حقتنا قاعد تزيد فلش ما يعني ليش أبخل على الملايا حقتنا خلنا أضيف ناس يساعدوننا بنشوف حين مع بعضها في الأرباح حقتنا راح تقسر لنحن هالين قاعد نكسب ستة آلاف في اليوم تقريبا برة تنقص برة تنقص راح أشوفه الحين إذا الوضع راح يكون صعب راح أكيله نقص زحمة 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 مو طبيعية زحمة يا جماعة مو طبيعية شوفوا كيف زحمة هذا معناه توقع أني لازم بعد أفتح محلات جديدة بس إلا بفتح محلات جديدة فلازم أختار لهم مكان مناسب يمكن يكون هنا ما أدري ما أدري يا راح يكون هنا بعد في محلات ولا لا قاعد نحاول قد ما يقدر أستغل الأماكن أوكي الأرباح حقتنا تمام هاي لعبة شنو دقيقة هاي لعبة موجودة في الملاهي هذي آه هذي هاي أي وحدة إذا ما خفضني هاي لعبة موجودة أبداً عدنا في الملاهي فخنا نسوي وحدة ومناسبة للتصميم أوكي مناسبة للتصميم هذا خلها في هالمكان دقيقة دقيقة لفها لفها صح ديوا ابني أوكي مناسبة جداً للتصميم اللي هو هذا أول ما تدخل راح تشوفه على طول جنبك فلهذا راح أجي وأسوي مدخل اللعبة بس دقيقة أخلي مدخل اللعبة وين أوكي المنطقي يقول خلي المدخل هناك أوكي اللي راح يجي راح يضطر أن يلف ويجي للمدخل والله شكلها لعبة قوية يا جماعة شكلها لعبة قوية بزيادة راح نشوف أحين مع بعض بس دقيقة يحرك هذا وبعد وبعد من الأشياء اللي أحب أسويها مواجه للعبة يا أن يكون في لعبة ثانية يا أن يكون في محلات بحيث الناس لما يطلعون يكون في محلات قدامهم بقدرون أنهم مثلاً يشتروا منهم بس دقيقة أنا حتقب بخلي محلات شلو المحلات اللي زحمة بزيادة هذا هذا زحمة بزيادة راح أجيب واحد ثاني وخليهني شلو المحل اللي زحمة بزيادة بعد هذا بعد زحمة بزيادة أبب الأشياء اللي زحمة 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 عشان نوزع الناس في الملاهي هذا بعد سوينا حلو فاللي راح يجي راح يقدرنا يشترم منهني وزعنا يا جماعة الشغل صح هني في زحمة هني في زحمة على محل العصاير زحمة كبيرة وهذا زحمة أكبر وأكبر ها نفس اللي سويت هناك دقيقة خلنا نتأكد اي نفسه اه ثنين وديلة اوكي اثنين وانا شفت عليهم زحمة أصلا هناك عدنا وهني عدنا شنو فيني بعد علي زحمة وش فيه دقيقة سيد ركز هذا هذا شنو هذا متجر الكاكاو خلنا ناخم متجر الكاكاو ونسوي النسخ بعد ونجيب المنطقة الجديدة تمام احيما نشوف ينجح المشروع ولا لا لاحظ هذا الموضوع تحط محلات وتحط اللعبة تقريبا يضبط الوضع اوه يا حبيبي يا حبيبي اللعبة على طول عليها ناس بشكل غير طبيعي فإذا معناتا أن اللعبة ماشي صح اللعبة توقع مباشرة أن توقع الاستخدام فل من أول ما بلنا فيها الاستخدام فل يعني أتوقع وضعها رهيب والمحلات اللي عندنا هني بعد أتوقع وضعهم ماشي جدا جدا بشكل ممتاز ورهيب وشوفوا هني زحمة 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 على طول على الوضع فشي جدا جميلة تماعا فأتوقع يا حبيبي أني راح أوقفوا هني عطوني رأيكم بالأشياء اللي سويناهم اليوم صراحة الحلقة جدا جميلة استمتعت فيها وخلكم مستعدين للحلقة الجايلة بإذن الله راح نشتغل عليها أكثر وأكثر نشوفكم على الخير بإذن الله في حلقات أخرى ومع السلام اشتراك تنضموا هذي أسهل وسيلة قناة الصغار والكبار وتعتبر جميلة تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة اشتركوا في القناة